دعا لامن العام لمجلس الانقاذ الوطني اليمني الجنوبي يزال عمر الجاوي جميع المكونات السياسية لمؤتمر وطني خالص لا يخضع للأجندة الخارجية قال الجاوي في تصريح نشر عبر موقع المجلس الرسمي إن أي محاولة لعادة هيكلة شرعية سيضيف مشاكل أخرى إلى التعقيدات القائمة ويؤدي لمزيد من الانقسامات بين اليمنيين مؤكدا على ضرورة مشاركة جميع الأطراف اليمنية وأخذهم بعين الاعتبار للبدء بالتشاور حولها في أقرب فرصة ممكنة وقطع الطريق أمام أي عمل يحمل أجندة خارجية ويكرس الحرب والحصار